وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عني الإسلام في موضوع التوازن في شخصية المسلم عناية كبرى وأعطي لهذا الموضوع أهمية ضخمة في سلوك المسلم فالحبيب عليه الصلاة والسلام لما رسم الطريقة للمسلم في منهجه الحياتي رسمه منهجا دقيقا بحيث متى حاز الإنسان للطرف الأيمن أو للطرف الأيسر يكون قد حاد عن الجادة من الأمور الحساسة التي عني بها التوازن في موضوع الترغيب والترهيب لما رسم الشارع الحكيم خط العبادة للإنسان أعطاه أحاديث في الترغيب وأعطاه أحاديث في الترغيب جاءت آيات قرآنية ترغب في الجنة وجاءت آيات أخرى تحذر من النار فركز كثير من الناس على جانب من الجوانب وضعف عندهم التركيز على الجانب الآخر فمن الناس من العلماء من أهل السلوك من أهل العمال من الممارسين في العبادة من ركز تركيزا دقيقا كبيرا على جانب ولا بد عندما يركز الإنسان على جانب أن يكون على حساب الجانب الآخر فبعض الناس أخذ أحاديث في الترغيب فجعل يرغب ويرغب ويحبب فلا يذكر لك من القرآن إلا الحور العين والطير المشوية واللعيم الجنة ورؤية الله والله يحبك والله غفور والله رحيم وهذا كله حق ولا إشكال في هذا ولكنه بإفراد ذكر الدرجة الأولى يكون قد غطى وأجحف الدرجة الأخرى وهي جانب الترهيب الذي لا بد للمسلم أن يوازن بينهما ومتى مالت كفة على الأخرى يكون قد حصل هناك خلل أذكر في معرضي التاريخ الذي مضى قبل سنوات قليلة كنت في مسجد من المساجد وفي هذا المسجد يقام درس أحد الشيوخ وهو رجل من الأطهار الأتقياء وهو رجل صالح وله عناية كبرى في جانب الترغيب وبجانب محبة الله تبارك وتعالى هذا الشيخ ندت منه كلمة أعتقد أنها شديدة وكبيرة جدا يقول في معرض الدرس المأمول بعفو الله تبارك وتعالى والمأمول برحمة الله تبارك وتعالى أنه إذا جيئ بالعاص يوم القيامة أن يعفو عنه فإذا جيئ بسارق قد سرق مالا لإنسان آخر أن يرضي الله تعالى الذي قد سرق منه المال ويعفو الله تعالى عن السارق حقيقة أنا انصدمت من هذا التعبير ومن هذا الطرح أخذت هذا الكلام وذهبت به إلى أحد شيوخنا قلت له إن أحد شيوخنا يقول بهذا الكلام يقول المأمول بعفو الله تعالى أن يعفو عن الذي سرق وأن يرضي الذي قال قال حسبي الله ونعم الوكيل إنها طامة وكأنه في هذا يشجع العاصي أن يزيد في طغيانه ويمهد له الطريق بأن الله تعالى غفور الرحيم بينما إذا ذهبنا إلى مدرسة الإمام بن عباس وسيدنا بن عباس حبر الأمة رضي الله تعالى عنه يذكر في ترجمته أنه كان جالساً مع أصحابه وجاءه شخص وعيونه حمراء وحالته وغضبه تظهر عليه أنه في حالة غضب يريد أن يمارس جريمة القتل قال يا ابن عباس هل يقاتل من توبة فقال ليست له توبة في معرض آخر وفي مكان آخر يأتيه شخص والعينان تنهمل بالدموع وعيناه منكسيرتان يقول يا ابن عباس هل للقاتل من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين الله هنا من فطنة الذي حضر في الجلسة الأولى وحضر في الجلسة الأخرى قال له قد تكلمت لهذا غير الذي قلت لهذا الأول قلت له لا توبة لك والثاني تقول له لقاتل توبة قال هذا جاءني ويريد أن يقتل أما ذاك فإنه جاءني وقد قتل وانتهى وإنه جاء منكسرا معتذرا إلى الله تبارك وتعالى التركيز على جانب التركيز على جانب دون الجانب الآخر من الترغيب أو الترهيب أحد العلماء يذكر أذكرها حصل أنه ركز كثيرا 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 على جانب الترهيب وللأسف هذا منهج عدد من الدعاد أنه عندما يذكر لك الآخرة لا يذكر لك إلا فلان الذي مات ميتة جاهلية وفلان الذي كانت له سوء الخاتمة وفلان الذي عوقب بكذا وفلان الذي حرم بكذا وشدة عذاب الله شدة ضغطة القبر لا يتكلم لك عن نعيم القبر لا يتكلم لك عن رحمة الله لا يتكلم لك عن الله الذي هو يحبك أكثر من أمك وأكثر من أبيك لا يتكلم أن الله تعالى ادخل تسعة وتسعين رحمة للخلائق يوم القيامة ورحمة واحدة أنزلها ليترحم بها الناس فهذا الداعية وهو صاحب مدرسة رائعة وهو بس مدرسة رائدة ولكن يبدو أنه مع أولاده ركز على جانب الترهيب فولاده يريد أن يمارس أمر يقول له هذا حرام فأراد يمارس له الثاني قال هذا ممنوع جاء إلى الثاني قال هذا مكروه وهذا لا تقترب وهذا بتعد وهذا وإذا بالطفل يقول ولدي كل أمورنا في الشرع حرام ما عندنا شيء حلال قال عندنا شيء حلال وهنا استدرك هذا الأب المربي رحمه الله تعالى قال عندنا حلال عندنا كذا حلال وعندنا كذا حلال وعندنا كذا حلال هذا المسلك عندما يمشي فيه الداعية بغض النظر عن الداعية أكان عالما أكان أبا أكان معلما أكان مدرسا بغض النظر من كان فليكن عندما يركز على هذه الجانب إجباري سيكون عنده اختلال في التوازن أذكر في هذا قصة حصلت لطفل صغير وهي أم تربيه في مرة مرات الولد ندت منه كذبة أو أقول كذبة يقال هذا وذاك وإذ بالأم تقول لولدها إن الله يحرقك بالنار مرة ثانية قالت إن الله يحرقك بالنار أخذ مالا من غيري إذن قالت إن الله يحرقك بالنار لم يستيقظ الصرف إن الله يحرقك بالنار فقال لها أين الله أنا أريد أن أضرب الله أشهد أن لا إله إلا الله هنا اختل التوازن لأنه ركز بشكل كبير على الترهيب ولم يذكر جانب الترغيب لم تذكر جانب الجنة إن الله يحبك إن الله يعطيك إن الله عنده الجنة إن الله عنده إن الله عنده هنا عندما يختل لابد أن تحدث أمرا من الممنوعات التطرف في الترغيب في بعض الأحيان متى وصلت إليه لابد أن تنحدر إلى هو وهي عندما ترغب في الله كثيرا تأخذ جانب الترغيب 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 وتركز على جانب الترغيب لابد أن تصبح في مكان فيه الأمن من مكر الله والمبالغة في الترهيب مبالغة 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 لابد أن تصل إلى نقطة فيها يوصل إلى القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى لذلك لابد من التوازن فعندما يتوازن مسلم لو قيل له أيها الناس إنه في المحشر لن ينجو إلا فئة لقال أرجو أن أكون أنا ولو قيل يا أهل المحشر إنه هلك الناس أجمعون أو هلك فئة كثيرة من الناس لظن نفسه أنه أنا لذلك قالت الصديقة رضي الله تعالى عنها لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا رسول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ما معنى هذه الآية؟ تسأل الحبيب صلى الله عليه وسلامته عليه والحديث صحيح في التلمذي ومسند الإمام أحمد قالت يا رسول الله أهم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر قال لا يا عائشة يا بنت الصديق ليس هذا إنهم الذين أتوا بأفعال من الخير ولكنهم خائفون في رواية لكنهم خائفون أنهم إلى ربهم راجعون التركيز على جانب هو من الدين من غير التركيز على الجانب الآخر يحدث خللا في التوازن أذكر قصة سمعتها من العلامة الكبير الفقيه الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله تعالى يقول لما صنفت كتاب الحلال والحرام أمسكني بعض الإخوة الذين أخذوا بمنهج التشديد أكثر وقال يا شيخ هذا الكتاب الأولى أن يسمى بالحلال والحلال والحق أنه في هذا الكتاب في شيء من هذا القبيل فقال الشيخ يوسف القرضاوي لذاك الرجل الذي أيضا عنده جنوح إلى التشديد الشيخ يوسف القرضاوي على فكرة يمين إلى مدرسة الإمام من عباس وهو التيسير على الأمة مادام في المسألة قولان يأخذ بالقول الأيسر فقال لهذا الرجل الذي يمين إلى الجانب العكسي قال له أرجو أن تأخذ أسئلة هذا الكتاب ومباحث هذا الكتاب وتجيب عنها أنت لأريك كيف سيكون عندك هذا الكتاب اسمه الحرام والحرام لا بد من التوازن فإذا طرحت للناس وحدثت الناس عن الله تبارك وتعالى لا بد أن أقول لهم إن الله تعالى قال في كتابه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب لا بد أن أقول للناس إن الله تعالى قال وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب لا بد أن نوازن فنذكر الشدة ونذكر العقاب ونذكر العذاب ونذكر معها آيات الرحمة وأحاديث الرحمة والأمور التي رغب بها المصطفى صلوات الله وسلاماته عليه مما أوقفني خلال مسيرة العلمية أنني أجد في بعض الدعاة من طبع كتابا ووضع عليه صورة رجل وعليه كفا والحية تلفه من مفرق رأسه إلى قدمين هنا نحن من غير أن نشعر صورنا للناس أن القدوم على الله تبارك وتعالى هو هذا دخولك القبر حيات ثعابين شدة عذاب نار جهنم عقاب وأين المؤمن الذي يأتي إلى الله تبارك وتعالى وتسحب نفسه ويقال لها أهلا بالروح الطاهرة خرجت من الجسد الطاهر هذه قليل كثيرا ما يكون عندنا التركيز على الترهيب فقط أو التركيز على الترغيب فقط والمشكلة أن الذي يركز كثيرا وهذه ثغرة توجد في الذي يركز على جانب الترهيب أنه في بعض الأحيان تطلب منه طلبا أو تسأله عن أمر أو يدرس لك درسا أو يعظك في شيء أو يوجهك في شيء هو من الكبائر فيقول إنه ممنوع فيستشار في مسألة أخرى هي من الحرام فيقول ممنوع فيستشار في مسألة فيكون ممنوع هو أصلا أخذ جانب الشدة شخصيته كلها قد أخذت جانب الشدة فهنا يكون الخلط في بعض الأحيان بحيث عنده كل الأمور ممنوعة طب هي متفاوتة ما بين كبيرة إلى أمر مكروه ولكنه عندما يسأل يقول لا ينبغي والأمر فلا ينبغي أذكر في هذا سئل أحد الدعاة عن مسألة قيل له نغمة الجوال أريد أن أضع نشيد إسلامي فقال وهل في الإسلام نشيد؟ هذا غير موجود فقيل له عفوا لن نفعل هذا سنضع آيات القرآن قال فإن طرق عليك فإن رن جرس الجوال بنغمة القرآن الكريم وأنت في مكان ليس لائقا بالقرآن فقال سنضع جرس الهاتف العادي فقال هذه من يشبه ناقوس النصارى فقيل له نضع نغمة العادية قال هذه لا تنبغي جاءت من الكفار وإذا بالشخص يضع بأفجر الأغاني الموسيقية هو أغلق عليه كل أبواب الحرام كل الأبواب وصور له أن جميع الصور هي في درجة الحرام ودرجة المنع ولم يصور له بأن هناك باب من أبواب الشر لذلك يجب أن علينا أننا نفهم في موازنات الإسلام التي جال عليها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه ما سد باب إلا وفتحت أمامه أبواب فحرم الخمر فقط ولكنه أباح كل المشروبات التي بجانبها من المشروبات التي لا تسكر حرم لحم الخنزير ولحم الكلب وبعض اللحوم وأباح الباقي وما سد بابا إلا وفتح أبواب أخرى فسد باب الربا وفتح جميع البيوة سد باب الزنا وفتح باب النكاة سد باب كذا وفتح أبواب كثيرة وضع البديل المناسب أرجع إلى موضوع التوازن فالذي يزني والذي يسرق والذي يفعل موبقات يفعلها ولكن أنا الآن كواعظ يجب علي أن آتي بما يعدل الكفة إليه فعندما أعظه أعظه بأنه يجب عليك أن تتوب إلى الله إن عذاب الله شديد وإن الله يحب توبتك إن الله شديد العقاب وإن الله غفور رحيم إن الله تعالى يعذبك إذا لم تتوب وإن الله تعالى يكافئك إذا تبت إلى الله إنك إذا تركت الصلاة عذبت في سقر وإذا صليت كنت مع الأدقياء ومع النبيين من اللفتات التربوية التي حدثت معي كان أحد أصدقائي يحدثني بحديث فيه سمر وفيه شيء من الأمور التربوية يقول لي جاء الطفل يوما من الأيام إلى البيت وقد نسي المعطف في المدرسة وهو في السنة الرابعة الدراسية وإذب الأم تنتهر هذا الطفل وتقول له لما لم تلبس المعطف كيف نسيت المعطف أين المعطف قال في المدرسة قالت كيف تنساه وجعلت توبخ الطفلة وتتكلم معه وتزعجه بالكلام فقال له الأب الحكيم المربي مهلا عليك وأخذها على حدة وقال لها كم مضى على ولدك في هذه المدرسة قالت أربع سنوات قال أربع سنوات لم ينس في هذا الشنطة ولا القلم ولا الدفتر ولا الكتاب ولا المعطف ولا شيء هل يوجد مرة واحدة قلت له جزاك الله خير فإنك ما نسيت أغراضه قالت هذا الذي هو يجب عليه قال هذا هو الواجب عليه والله عز وجل في القرآن الكريم في الواجبات علينا جعل هناك محفزات وهناك أمور يعطينا إياها ويشجعنا عليها ويكافئنا مع أنها واجبات علينا فأنت لماذا ركزت على الجانب السلبي وبضغطه فقط هل كافأتيه في المرات الماضية هل شكرتي بأنك ما نسيت لماذا ركزنا على الجانب السلبي فقط لا بد من التوازن فعندما يتوازن المسلم ويكون هنا على درجة واحدة لا جنوح إلى الترغيب ولا جنوح إلى الترهيب الجنوح إلى الترغيب كارثة في حياة المربي عندما يتصور أن الله تعالى فقط عنده جنان فقط عنده نعيم فقط عنده جنان فقط عنده الطير المشوية وعنده أنهار الخمر وأنهار اللبن وأنهار كذا لا يطيق المسلم أن يسمع الجحيم لصديق من أصدقائي في أحد البلاد العربية كنا نقيم معا وهذا الرجل عند رجل من رجال الأعمال يخطب الجمعة وإذ به مرة مرات أراد أن يخطب عن الموت فلما نزل إذا بالرجل يتضجر قال ما هذه المواضيع التي تطرحها إنها مواضيع غير جيدة تكلم لنا عن الحور العين تكلم لنا عن جمال الحور العين تكلم لنا عن الخمر في الجنة تكلم لنا عن كذا هنا أصبح الجنوح لأنه لم يعد يستطيع أن يسمع هذا لذلك يجب علينا دائما أن نعدل الكفة عند الإنسان فإذا رأينا بعض الناس قد نفروا من الدين وأهله فابحث عن الأسباب ولعلمنا الأسباب الوجيهة في هذا أننا ركزنا على جوانب فانظر إلى حياتنا المعاصر الآن الذين والعياذ بل jede وهم من الإسلام يقولوا لك لا نريد الحكم الإسلامي لأنهم رأوا صورة مشوهة هي جزء من الإسلام ولكن ليست كل الإسلام رأوا من يقطع يد السارق ما رأوا الجانب الجيد ما رأوا الإسلام الذي كفل حياتهم ما رأوا الإسلام الذي كافأهم ما رأوا الإسلام الذي أعطوهم رأوا فقط قطع يد سيدنا عمر أوقف قطع اليد في عام الرمادة لأنها جاءت شدة والجوع سيدنا عمر أعطى اليهود كما في الخراج كتاب الخراج لإمام أبي يوسف أعطى اليهود الذي كان قد أخذ منه الجزية لماذا؟ لأنه أخذ منه الجزية لما كان شابا فهنا التوازن الإسلامي عندما يفهم الإسلام بتكامله بكامله يفهم أن الإسلام الذي قطع اليد هو الإسلام الذي حفظ العرض وحفظ المال وأعطاك وأنت فقير نسأل الله تعالى أن يحفظ لنا عقولنا وأن يحفظ لنا منهجنا إذا سرنا إليه فإنا نطير إلى الله تعالى بجناحين الخوف والرجاء لا بد أن نطير إلى الله بالخوف والرجاء على حد سواء وأن نفهم الترغيب والترهيب كما أراد قرآننا اللهم اغفر لنا وارحمنا واختم لنا بالصالحات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ترجمة نانسي قنقر